اشتركوا في القناة من خلال تبني الحكومة الموقرة سياسات متقدمة في مجال مكافحة التمييز في سوق العمل خلال اعمال مؤتمر العمل الدولي الثامن بعد المئة المنعقد في مدينة جنيف السويسرية اشهد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس وفد مملكة البحرين المشارك بتغرير لجنة الدولية لمستقبل العمل لبناء برنامج عمل من اجل الانسان سعدت السيد جميل بن محمد علي حميدان كتغرير اساسي يعرض على اعمال المؤتمر لما تضمنه من طروحات قيمة ستسهم في تشكيل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل عالم مليء بالمتغيرات مؤكدا وقوف المملكة مع الدعوات التي تبنتها الدورة الحالية للمؤتمر كما نوها حميدان خلال كلمته بما تضمنه تغرير اللجنة الدولية للتركيز على الانسان وصون حقوقه وكرامته في اطار مستقبل العمل وللتأكيد على مبادرات مملكة البحرين لتعزيز التوظيف وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين ورؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين أكد حميدان أن البحرين أطلقت حزمة من المشاريع والمبادرات الرامية إلى تعزيز التعليم والتدريب المهني وحق الأفراد في التعليم المتواصل ويعادة التأهيل كما أنها دعمت مشروع أجور العاملين في القطاع الخاص بالإضافة إلى تحمل تكاليف التدريب للموظف المستجد إلى جانب العمل على دعم وتطوير ريادة الأعمال أما على صعيد الحماية الاجتماعية أكل سعادة الوزير جميل بن محمد علي حميدان أن مملكة البحرين ننفذت سلسلة من السياسات والبرامج المدروسة والموجهة على نحو خاص إلى الفئات الأقل دخلا والأكثر حاجة للدعم ضمن منظومة حماية اجتماعية متكاملة الهادف إلى إحداث تقير وتحسين في الأوضاع المعيشية والاقتصادية لهذه الفئة وعرب سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية في كلمته عن تطلع مملكة البحرين لأن تلعب منظومة العمل الدولية دورا أكبر في المستقبل في مجال رسم سياسات مستقبل العمل ووضع معالم حديثة للعمل اللائق في ظل التطور المتسارع لأسواق العمل والعلاقات العمالية وتحديث معايير العمل الدولية بما يواكب التطور الاقتصادي في العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر